صحة في طرق يوم اليوم في رمضان نصوموا بالصحة هنا اليوم أريد أن أشترك معكم دوزيان بلا لأنه أغلب النساء في الجنزيريات يحير واش يديرو في الدوزيان بلا كالعادة درنا شربات عشوفان بوراكس لاطا والدوزيان بلا راح نخدمه معاكم اللي هو الاغيكو سوتير مع قاطع بولي شامبيين و بصلا يعني أريد أن أشارك معاكم المنو باش هكذا ما تحصلوش ويكون عندكم دي زيدي احنا عندي زوج بصلات يكونوا صغر ولا واحدة كبيرة تكفي لأنه هادي الكوانتية لخمس أشخاص احنا راح يكون تقطع التعام على شكل دي كوب يعني راح نقطع بالطول وزيد نقطع بالعرض حتى نتحصلوا على مكعبات من البصل بالنسبة لهادي الغرسات يعني سهلة بالخف توجد وكأول يوم من رمضان تجي شوية خفيفة مجيش تقيلة وممطن بكمية كافية احنا راح نكمل نقطع كامل البصلات تاعي بعدها ننتقل الشامبينيون احنا راح نستعمل هذا الفطر راح نستعمل الفطر اللي يجي فري ولكن اللي مع الدوش ولا يجيها غالي قدر يستعمل الفطر اللي يتبع في البوايد ولا يتبع بالميزان هنستعملت حوالي خمس حبات راح نقطع عم بطول دي لاميل وممطن يجيو شوية اركاك باش يطاوم ليحب بعدما كملت الشامبينيون راح نكمل الناس في صدر الدجاج ونحاول نقطع عم الى مكعابات متوسطة الهجم وبالله اللي يحبه قسم صغر يعني على حساب الرغبة هنستعمل هنا بعدما قطعت الدجاج راح نروح للتتبيله اول حاجة حدت لها امبوريا وقت هذا ناتيوخ بعدها اضفت لها نضيف البهارات هي عبارة عن فلفل اسود توابل الدجاج وزنجابيل تحبو زيدو لها توابل اخرى يعني بتقدرو بعدها راح ننخلطوها مليح ونحاولو ندخلو لموكي وينات في بعضها بانشو ملس نسوف تضيفو الملح لانه انا نسيت مصورتوش بعدما وجدت الانجريديون التاعي كامل راح نحط في مقلاء شوية زبدة انا نحب الزبدة لانه الطعم تجيب زفة بنينا نقدرو نحطو الزيت كيدو بالزبدة راح نحط البصل ونخليه يتكاراميليزة يعني يدبالو يتحمر بعدها نزيد لها الفطر الشامبينيون وزيد نخليه التهوية زيدي تقلى مع البصل هنا راح نضيف شوية فلفل اسود ونضيف الملح بعدما تبالنا شامبينيون والبصل راح نزيد الجاج اللي كنت مارينيتو من قبل وخليته يدخل فيه او واحد الساعة هنا راح نخطيع الجاج ونخليه طيب بعدما طابلنا الجاج راح نضيف للطرف ونحاول لمعسوب المغرف باش يدوب مع الجاج ونبقى نحرك فيه غير بشوية انا اضفت كمية من الجبن الاحمر خرمه جروج بعدها راح نضيف كمية من الكريم فرش او الكريمة السائلة هنا راح نخليها برك تغلي شوية ونطفع عليها وبعدها نضيفها في الافيغين هنا راح نضيف الافيغين اللي طيبه في الفور راح نحاول نضيف نصف الكمية من الدجاج اللي كنت خدمته بعدها راح نحط شوية على فورماج روج او الجبن الاحمر نزيد نعاوض نغطي كامل الافيغين بنفس الحشو حتى يتعمر بها وفي الاخير راح نزيد لهم الجبن الاحمر وراح نضيف لهم أمتي مخصوط خارجه هذا الشيء هو الاختيار اللي حاب يدير و planes حتى يديروه بعد ما وجدتها ما راح نشعل الفور غير من فوق يعني غير باش يتحمروا لانه كلش طيب بعد ما وجدت لي فيغينتها ميني قغاتا راح ننتقل لاغيكوفير هنا كانت عندي كيلو تالاغيكوفير في ورطها بصح نقص منها حوالي 700 قرام راح نستعملها راح نحط في زيت فلفل اسود شوية تاكروية والقصبر نضيف لها كمية مليحة تاعم الملح باش يتملح لاريكوتها لانه صامت بانسير محطة سمغرفة صغيرة تاعم موت الضغط بانسير نخلط المزيج هنا بلا من نساوي ربع سنة ستاعتوم لانه انسيتها لانه لاريكوت تحتاج التوم جيبنينا بزاف راح نربي ربع سنات بعدها نخلط المزيج وندخله فلا نحاول ندخله فلا ريكوت هذي اللي طبق زيادة يعني انا حبيس نضيفها هي شوية لشاب ديوغ بشتات الكرماشة بعدها راح نفرغها في البلاطو ونحطها في الفور تتحمر بالنسبة لاغيكو سوتين او ما تكون في المقالة او ما راح تكون في الاخر انا بدلت برك اللاغيشت هذي النتيجة الانهائية بعد ما بدلت لها الضغيصاج يعني حاجة سامل زيت لها لاصوسها جاريان تعلو شيخ بزاف بنينا لاب خميخ فولي نجربها بصح بنينا تهبل ان شاء الله انكم فتكم بهذا الغرسات يعني حاجة خفيفة ضرعفة ونجد اسبعكو تجربوها ثاني حاجة حبيس نخدمها معكم هي بوراك هنه نحط ستفتع زبدة نقليها الدوب بعدها راح نضيف لها الزوج سنة ستعتم مربيين ونحبها صغيرة بصلة مربيا راح نخليها تسقلة شوية في الزبدة بعدها راح نشير لها لابيونده شيء راح نحاول ننجزعها بشما تكتليش طولي يجي اللحم على شكل كتل صغر راح نضيف لها غير الملح و فلف الأسود فقط اللي حبي يكتل اضافات هي حاجة اختيارية هنا بعدها راح ننتاقلنا مرمو البطاطا بنسبة لي انا هنا كانت عندي قبل بنهار خدمنا بطاطا في الفور وقعدت لها كنتي بزاف وبيانسور باش ما نبدروش راح نستعملها في البوراق راح ننحي لصوصتها راح تكون شوية نجفة ونحاول نعفصها دي في غير نورمال بالعكس تعطيبنا لانه هذيك البطاطا قد جاء كانت تمدوزنا من قبل هنا بعد ما طبرنا الافيونداشي راح نخلط البطاطا مع الافيونداشي ونحاول ندخلها مليح بنسبة الاضافات كان اللي حبي يدير المعدنوس يحبي يضاف بيضاء انا راح ناخد معها هكذا السامبل راح نزيد لها غير شوية زيتون وفقط بانسور بعد ما تبرلي لفخص تاعي راح نفتح الخطفة ونضيف لها دي مخصوط على الفرامج ونروليها وهذه هي وفي الاخير بهذا التحليه تاع تيشيس كك راح نخلي لكم الوصف فى صندوق الوصف وفي الاخير نقول لكم ان شاء الله عجبكم المانو انتهيتها اليوم وفيدكم بحاجة ما تنسوش تخليلي اللايك وتعاليك واشتراك